من الطبيعي طبعا ان اي حد يقولك ايه ما احنا عملنا نتيجة ايجابية ونلعب بعصاب هادية ايوة طبعا انا مع كل ده على فكرة انا بقول وجهة نظري ان نتيجة الزهاب تدينا دفعة معنوية عالية لان كل اللي بيتكلمه نسين نتيجة الزهاب والناس يقولك ايه انسى نتيجة الزهاب لا ما انساش نتيجة الزهاب انا كلعيب كورة محقق انجاز جامد في نتيجة الزهاب فبالتالي لازم انزل وانا عندي ثقة في نفسي وانا حاسس ان انا اه مش عايز اقول ان انا كعبي عالي على الفرق الثانية ولكن انا عملت انجاز كويس في المغرب لازم احافظ عليه والماتش ده هو اللي هيوصلني ولكن انا لازم ابقى عندي روحي معنوية عالية عندي ثقة بالنفس منساش ابدا برضو ان انا كسبان الماتشة الاولاني وعمل ماتش كويس نحنا ناس كتير جدا مابتجبش شيرة الماتشة الاولاني ليه هو انا كلعيب النادي اهلي ما أجيب شائرة النادي الأولاني ليه هو أنا يعني حنزلت غر ولا حنزلت أولا معنا مدرب خبرها الأفريقية هايلة أكيد بيتكلم في الموضوع ده لعائلة النادي الأهلي خلي بالكو غير أي لعيبة مع احترامي لجميع الأندية إنما آه انت حاطت في بالك إن الماتش ده هو اللي حيوصلنا بس لأ ما نساش إن أنا كذبان ماتش المغرب ليه أنسى إن أنا كذبان ماتش المغرب ليه أنسى إن نتيجة ماتش المغرب بالعكس دي نتيجة ماتش المغرب تديني دفع معنوية عالية جدا تديني ثقة بالنفس تديني أفضلية على المنافس تديني أن أنا عندي عندي ثلاث سيناريوهات أن أنا أكسب أن أنا تعادل أن أنا لقدر الله تغلب واحد أنساء ليه؟ أم الماشي أنت فيه ناس بتقول أنه هو الضغوط هتبقى على النادي الأهلي أم الهو يعمل إيه؟ أم الوداد يعمل إيه؟ هقولك ما فيش حاجة يبكي عليها لا أم هو عنده الطموح برضو خلي بالك الوداد عنده الأمل أنه هو يجي زي ما أنت كسبته هناك اثنين يكسب هنا اثنين بس عنده مشاكل بقى عنده مشاكل كتير هنتكلم عليها في الفنيات ولكن هو اللي عليه ضغوط أنا لازم أستفيد من مكسبي هناك اثنين سفر مفيش حاجة اسمها أن أنا أنسى أنا ضد اللي بيقول لك أنسى وضد كمان اللي بيقول العملية متساوية لأ طبعا عملية مش متساوية أنا كسبان هناك اثنين عامل ماتش كويس وفيه فوص في إيدي وعندي ثلاث سيناريوهات هو عنده سيناريو واحد بس يكسب اثنين لقدر الله ويلعب على ضربات الجزاء أو يكسب ثلاثة لقدر الله ودي إن شاء الله مش هتحصل وبعدين الفرق بين الماتش الأولاني والماتش الثاني أربع خمس سيام صعب في الفنيات أو في الكرة حد يلم نفسه في الأربع خمس سيام وحتى لو لم نفسه مش النادي الأهلي اللي ييجي في يكسب بره اثنين وييجي في أرضه يخسر اثنين أو ثلاثة عمره ما حصلت ولا حتيحصل إن شاء الله طبعا الحذر مطلوب لأن انت بتلاعب منافس اللي هو نادي الوداد هو مش هيبكي على حاجة لأنه خسرنا على أرضه ماشي بس هو مش هيستسلم دي أنا هحطى في اعتباري بالعكس هو هتلاقيه بيقدم كل اللي عنده للخروج إيه بقى بشكل مشرف أو إيه يعني محاولة خطف بطاقة التأهل هو هيحاول يعمل اللي عليه ولكن النادي الأهلي هيعمل اللي عليه وزيادة أنا متأكد من كده دي نوعية لعيبة النادي الأهلي إحنا خلي بالكو إحنا دايما دايما بنحترم المنافسة اللي قصدنا مهما كانت قوته ومهما كانت جهزيته إحنا دايما بنحترم المنافسة اللي قصدنا لعيبة النادي الأهلي على طول كده إدارة النادي الأهلي على طول كده المديرين فانيين النادي الأهلي على طول كده وأنا متأكد إن ده اللي سيحصل بكرة إن شاء الله طبعا النادي الأهلي عيخوض مبارات العودة بكرة قدام الوداد بقى عصاب هادية ليه؟ بسبب نتيجة لقاء الزهاب ولكن الحذر مطلوب بقولها تاني العاشر مرة الحذر مطلوب لحين التأهل الرسمي الكل في الأهلي داخل معسكر الفريق في قمة التركيز يعني احنا عارفين حاجات من جوة إن هم في قمة التركيز لأنهم على دراية إن السعود لم يحسن بعد ولابد من التركيز في مبارات بكرة لأنها بوابة السعود من أجل تحييق نتيجة تساعد الفريق إن شاء الله في السعود للفاينال واستكمال المشوار نحو استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 شكرا للمشاهدة